ينضم إلينا من تونس السيد نزار رمقني المحلل أسياس يا سيد نزار هل أقبل يوسف الشاهد على هذه الخطوة بعد أن ترددت وأفادت جميع الأنباء عن ارتباطه الوثيق لحركة النهضة؟ شكرا على هذه الاستضافة نعم الشاهد أقدم على هذه الخطوة بعد أن سندته حركة النهضة لسدامة حكومته في السلطة وإسقاط التفاهم الواسع الذي كان موجودا على مستوى وثيقة كرتاج واحد ثم اجتماعات وثيقة كرتاج اثنين لو لا حركة النهضة ومسندتها ليوسف الشاهد كان هذا المشروع السياسي الجديد مستحيل للتحقق حركة النهضة مكنت يوسف الشاهد من أن يربح خطوات سياسية كبيرة باستداماته في الحكومة ومن خلال هذه الحكومة استطاع يوسف الشاهد أن يؤسس هذه الحركة الجديدة أو الحزب الجديد هل سيعمل بمفرده يا سيد نزار؟ يعني الحكومة أصبح لها حزب طيب هل هذا المولود الجديد؟ هل سيعمل بمفرده أم ربما سيكون ضمن تحالفات ومنها النهضة؟ يعني اليوم توضحت المعالم اليوم نرى أن من عام حركة مشروع تونس محسن مزوق قالها مباشرة في ظرف هذا الأسبوع سوف نتحدث مع الشاهد لتدارس الإطار السياسي الممكن للدخول إلى انتخابات التشريعية القادمة يعني في جبهة واحدة وفي قوائم واحدة ومن هنا زادا نتوضح أن هناك معالم مشروع توافق جديد يمكن أن يحكم تونس لمدة نيابية قادمة يعني مثل ما حدثت بين نداء تونس وحركة النهضة يعني بعيد انتخابات 2014 طيب ألا يعد هذا التفافا سياسيا على رغبات الشارع والوضوح السياسي أمام الرأي العام التونسي يعني هذا المولود الجديد يا سيد نزار واحد لا يطرح مشروعا جديدا لا يتوجه إلى قواعد انتخابية جديدة لا يضع شعارات أيضا جديدة فقط سيقوم بنقل جميع محتوى الشكل والمضمون لهذا المحتوى من نداء تونس إلى هذا المولود الجديد بالنظر إلى البيان رقم واحد لهذا الكيان المختلف الواسطي كما يطلقون عليه هل ينجحوا في هذه المهمة؟ نعم قد يكون له روافد نجاح قصة أن المعركة بين يوسف الشاهد وابن الرئيس ونجل الرئيس قد حسمت بخروج يوسف الشاهد من نداء تونس وتوجه لتأسيس حركة جديدة بمن تفارق شتاتهم من الندائيين السابقين وغيرهم من الأحزاب الأخرى مثل حزب أفاق تونس وغيرها من الأحزاب الليبرالية لتأسيس هذه الحركة هذه الحركة براغماتية بطبعها وإذا لم نقول أنها سوف تذهب حتى إلى حد الانتهازية حتى الانقلاب حتى على ما جاءت به سندق الانتخابات في سنة 2014 وفي السنوات القادمة لهم يطرحون شعارهم الكبير أنهم سوف يكونون في مواجهة الإسلاميين لكن نفس هذا الشعار طرحته نداء تونس في سنة 2014 ثم تحالفوا في إطار توافق هذا التوافق الذي انقلب على الشعارات التي كانت رفعت في الحاملات الانتخابية وغيرها وحكم النديائيون بهذا التوافق الذي قادر تونس إلى عديد الكوارث خاصة كوارث والأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية واليوم نعاني من الأزمات الاجتماعية الكبيرة هذا التحالف الليبرالي المتوحش قد يقود تونس إلى نتائج أخرى قد لا تحمد عقبها خاصة وأن الأزمة الاجتماعية على أشدها في البلاد وقد تتواصل إلى سنوات أخرى إذا لم يتوصل المجتمع السياسي التونسي إلى وجود توليف جديد لحكم البلاد شكرا جزيلا لضيف من تونس سيد نزار مقني المحلل السياسي أشكرك جزيلا سيد نزار على كل ما تفضلت به